والبداية من مدينة ديترويد في ولاية ميشيغان مع مراسلنا أنس الصبار أنس مرحبا بك معنا ضعنا في صورة ما يجري في ميشيغان كان هناك حديث اليوم عن بعض التمجمعات الموالية للرئيس ترامب ربما الشرطة اعتقلت البعض منهم ضعنا في صورة ما يجري وهل هناك أي حديث عن المسار القضائي الذي نجأت إليه حملة الرئيس ترامب بالفعل مهند منذ صباح هذا اليوم وتتوارد أنباء محلية هنا في ديترويد عن تجمعات لبعض أنصار الحزب الجمهوري في محيط المدينة وليس في المدينة ذاتها لكن حتى الآن لم يبلغ عن اشتباكات أو احتجاجات عنيفة أدت إلى اضطرابات على إثر ذلك بالأمس كانت هناك مظاهرات تطالب بإكمال العد ومظاهرات تطالب بوقف العد الديمقراطيون وبعض من الجماعات التي تناصرهم يطالبون باستمرار عد الأصوات وهم كانوا يدركون أن عد هذه الأصوات سيصب في صالحهم وجمهوريون ومن أنصار ترامب يطالبون بوقف العد حتى أن بعضهم حاول الدخول إلى بعض قاعات العد لكن السلطات المحلية منعتهم وبعد ذلك في تغريدات قالت أنها نجحت في منع بعض المشاغبات من الحدوث عند بعض مراكز العد فيما يتعلق مهند بالقضية التي رفعتها وقدمتها حملة ترامب أمام محكمة في ولاية ميشيغن محكمة الشكاوى في ولاية ميشيغن حتى الآن لم يحدث أي تطور لكن تواصلنا مع بعض الجمهوريين هنا بالأمس كانت النبرة أعلى مما هو عليه الحال اليوم بالأمس كان الحديث يدور عن جيش من المحامين الذي سيحاول في الولاية على مستوى الولاية وبعد ذلك لديه الاستعداد ليتوجه إلى مستوى فدرالي ليطالب بما سمي بعدم الوصول الكافي لممثلي حملة ترامب إلى بعض صندوق الفرز وبعض مراكز الفرز هذه النبرة تغيرت اليوم على الأقل من من اثنين تحدثت إليهم بالأمس واليوم يبدو أن هناك نوع من القناعة بأن ما حدث وما قامت به ولاية ميشيغن على الأقل حتى الآن وفق انطباعاتنا ممن تحدثنا معهم أن الولاية قامت بما يكفي على الأقل وبأنها منحت الفرصة الكافية للجميع تحديدا لممثلي الحملات الانتخابية ليصلوا إلى صندوق الفرز وليتابعوا بأم أعينهم ما الذي يحدث وكيف يتم عد الأصوات ولذلك فإن الساعات القليلة المقبلة حاسمة قد تصدر النتائج في شكلها النهائي ونعلم أن سكرتيرة الولاية تحدثت في وقت سابق وقالت أن النتائج قد تعلن يوم الخميس ثم قالت لا ستكون يوم الجمعة وبالتالي فإن النتائج قد تصدر هذا اليوم في وقت متأخر وحينها عندما تكون النتائج موجودة قد يصبح من الممكن أكثر أن نعرف إلى أي حد ستصل الدعوة التي قدمتها حملة ترامب ضد ولاية ميشيغن مدعية أن مخالفات حدثت خلال عمليات عد وفرز الأصوات طبعا حملة الرئيس ترامب قدمت عدد من الدعاوة القانونية في عدد من الولايات طبعا سنتابع كل هذه الأمور معك ترجمة نانسي قنقر